تعالى نسيب كرة اليد وارجوح ليه يعني اللعبة الأكثر شعبية كرة القدم والدوري المصري ويمكن يمبرح شفنا مباراة الأهلي والمصري اللي يعني كان اللقاء فيه تعادل وده خلى البطولة يمكن فيها نوع من أنواع الحماس الزايد بعد تعادل الأهلي تحديداً ورفضوا ليه الهدايا اللي كانت مقدمة ليه من كل المنافسين شايف إيه السبب الرئيسي اللي خلى يعني يحصل تعادل في هذه المباراة مش هقول شماعة التفكير في مونديال العالم للأندية اللي نطلق فيه الأول من فبراير والأهلي عند مباراة الافتتاح بالمناسبة اللعيبة بتاعة الأهلي مش متحضرة صح ولا المدير الفني مارسيل كولر هاتا السويسري محضر لعيبة للمباراة صح سواء كان فنياً أو حتى اللعبين اللي مش مركزين يعني فيه ضغط على محمد شريف ومحمد شريف ما يفعش يلعب رأس حربة صريح بالنسبة لنادي الأهلي علشان نبقى وقائم في الفترة دي محمد صعب أنه يكون هو القائد لهجوم النادي الأهلي وأنه على سبيل المثال أنا كنت أتعلق المباراة لراديو مباراة بالمناسبة العرضيات هو لا يتعامل رأسياً بالمر يعني الرأسيات عنده ما عندهش قدرة على التعامل فأنت كده فقد قدرة على التهديد حتى الرأسيات الوحيدة اللي كان فيها كلام محمد مجد أفشا وتضرب فيها فكرة في أنه الأهلي ما بيعرفش يخلص الفرص مشكلته في تخليص الفرص الفرقة الكبيرة مش هقول يجيلها 20 فرصة في سجل فرصتين المفروض يجيلها نص فرصة تسجيلها لأنه لو فرصة مثلاً زي الانفراد اللي راح فيه ما بين محمد مجد أفشا وحسين الشحات في الشوط التاني من المباراة لو جالك في المونديال العالم اللي الأندي هتعمل ليه وعلى فكرة موضوعه مش سهل في المونديال العالم دي ولا فريق أن يوزيلاندي هيبقصت سهل والكلام لا مستوى الأهلي وفقاً للتحليل الفني ضعيف وأنا شايف أن الصفقات مش هضيف كتير دلوقتي يعني نفتكر هذا كان سؤالي لي كان مثلاً كودر كانت تكلم أنه محتاج مهاجمين وخلاص خلصنا الانتقالات للشتوية خلصناها الموصب خلص وهم خلصنا تصفحة دي وقفلناها وحضر الليستة بتاعته اللي هيبقاتها أصلاً لكاس العامل الأندية وخلاص المشكلة فين؟ طب أنت شايف أنت بتتطفق فعلاً مشكلته كانت في المهاجمين فقط ولا دي تعاليق شماعة وفي مشكلة في التعامل المشكلة فين؟ المشكلة في أنه مش شرط المهاجم أنه هيخلص بس الإطار التكتيكي بشكل عام وأنا بعلق برح بقوله الأسلوب محروق يعني النادي المصري والأهلي جايلي أنا عارف هيعمل إيه علشان كده محجم خطورته ما عندهش حلول كتيرة على أرض الملعب مارسيل كولر مشكلة في شخصيته شوية أنا بختلف مع شخصيته شوية مش الشخصية القوية اللي تقدر أنها تخدم على الأداء التكتيكي بتاع النادي الأهلي ويقدر يطلع أفضل مما هو عند لعابي النادي الأهلي لعاب النادي الأهلي عندهم أفضل بكتير لكن لما حسام حسن مهاجم النادي الأهلي خرج أعارة ست شهور لسموحة عادل فرقته فسجل هدفين فز بهمة على طلعة الجيش في نفس الأسبوع الجولة دي ضغط على محمد شريف محمد شريف دقاتي بيفكر بيقول لو أنا ما سجلتش الناس هتقول الله طب ما هو حسام حسن كان موجود فالفكرة في أنه اللعيبة مش مهيئة سيكولوجيا زي الأول ما كنا بنتكلم عن أنه في صلابة ذهنية بالنسبة للعابين مع الأمور الفنية العالية قوي لأنه مارسيل كولر بدأ يتأخر قوي في التغييرات على سبيل المثال وتغييرات برضو مقروعة حسام حسن لا يصلح بالنسبة لنادي الأهلي لعب كبير قوي بس ما يلعبش في نادي الأهلي شاء الله حسين نفس الكلام مش فكرة أنه تألق في فريق يبقى لازم هيجي النادي الأهلي واللي هيجي ده لازم برؤية مستقبلية زي كده موضوع قهرب على سبيل المثال التعامل معك أن غلط من الإدارة لأنه اللي بيدير الأمور لازم يكون عنده رؤية مستقبلية للوضع أنت عارف قدامها يحصل إيه وتشوف الساق قبل الجيد علشان تبقى مرتب أمورك كلها في بعض الأمور اللي بدأت تبقى في أفكار إدارة النادي الأهلي مع الاحترامات كامل لهم لكن لقوا قدام ما بتبقاش فعالة ولذلك النتاج بيطلع فيه المباريات المهمة زي المباريات المصر على سبيل المثال وعدم استغلال تعادل فاركو فيوتشر واحد واحد وعفوا فيوتشر وبراملز واحد واحد وفي نفس الوقت تعادل الاتحاد السكنداري ونادي الزمالك كان فرصة أنه يعود يعني مش يعود بقى يكبر الفارق كمان في صدارة ترتيب جادة والدوري لكن الموضوع صعب الدوري ادانة اثارة بشكل أو بآخر لكن جمهور النادي الأهلي زعلان لأنه الآن على الدوري الأولوية في هذا الموسم وكاس العالم اللي عندها مش عايزه يخرج من أدوار كده كده مش يواجه الوداد في السكة شايف البرازيلي سافيو إزاي يعني أداءه مش هو نفس الأداء المطلوب حتى الآن ويمكن كان مبارح ردت فعله غريبة بعد تعثر الأهلي بيالفوز بالمباراة شايف تقييمك لأداءه إزاي وإيه سبب اللي احنا مش شايفينه في نفس المستوى اللي احنا بنعمل اللي احنا نشوفه فيه قليل قوي يعني برونو سافيو ما بيقدمش أي حاجة تشفى عليه إنه يرتدي قميس النادي الأهلي وده أنا قلته من أول عشر دائقه هو بس لمس لمستين وعايز يعدي كرة مفيمة بين أقدام لعبي نادي المصري مش اللمسة بتاعتك البرازيليا اللي هي الكرة فيما بين الأقدام دي اللي هتديك أو تشفى عليك أن تبقى مرتدي قميس النادي الأهلي لأ فنيا برضو العيب مش عالي قوي مش من البرازيليين التقال زيكين ولا ما كان مع درامز من أربع مواسم مثلا فيها الدوري الممتاز يعني ففكرة إنه لا العيب ما بيقدمش على أداء الهجومي أحمد عبدالقادر أنا شوف أنه كان يبتدي المبرأة أفضل منه بشكل كبير جدا مش فكرة اسم محترف يبقى لازم هو الأساسي في تشكيله بالنسبة للنادي الأهلي لازم مرسيل كولر يحط يده على نقاط الضعف قبل نقاط القوة علشان يقوي نقاط الضعف لأنه نقاط الضعف كتير قوي في نادي الأهلي عنده حلول؟ آه عنده حلول لعيبة كويسة بس مزاجية يعني السولية بس لعيبة المزاجية تحتاج لمدير فني قوي وده اللي قلناها فكرة الشخصية أنت إزاي تخليه هو على أرض الملعب مزاجي برا في التدريب ماشي لكن على أرض الملعب المباراة مهمة لأ لأ وشفنا نجوم أساطير في كرة القدم محدش بيقدر يتكلم مع المدير الفني 100% ولا حد يقدر يقول أنا هشوف راكل الجزاء مثلا عند رقم واحد موجود برا الأهلي ضيع فرص كتيرة الأهلي مش عارف يخلصوا لا يازم أن يحسنوا بشكل أو بآخر أي قطر تكتيكي يكون موجود مش لازم يلعب برأس حربة كلاسيكي بس يستغل محمد شريف كشالو سترايكر بطريقة مختلفة ما تحرقوش وسط مدافعي أي فريق هيكون موجود حتى النادل مصر قدر يحجمه لما رجع ديانج وخلادي بندر وحيد وسب السلاي أن هو يتقدم شوف حسام حسن عامل أي راجل المدافع الجزائري اللي موجود في المصري قد له خلاص انت فصل مش هتعدي مش هتعدي لأنت ولا غيرك الفجرة في أنه لا المدير الفني الزاكي زي حسام حسن لما كان موجود العميد طبعا على رأس القادة الفنية النادل مصري مع أدوات حلوة قوي زي الراجل التونسي إلياس الجلاسي أو عبد الرحيم دغموم اللي خد أفضل لعب في المماراة مع ورق لعب مساعده 100% وهو جي على مجموعة أو سكواد متهيئ كويس قوي ففي استقرار ولعبها بتنفذ اللي طارت تجي وازالك هو مغيرش غير تريد ما في النادل مصري طيب شايف شكل الدور إزاي يعني نهارده الأهلي حتى الآن هو في الصدر الأول وبييجي بعد منه بنتكلم فيوتشر الثاني الزمالك الثالث بيرامينز الرابع هل الترتيب ده هيظل حتى الوقت الأخير فيه بس يعني صعود وهبوط طفيف ما بين الأربعة دول ولا ممكن نلاقي فيه مفاجآت في المباراة الجاية وتحديدا فيه مباراة بهمة للأهل والزمالك كمان يعني بنتكلمهم 21 مواجهة مباشرة هتحسن بشكل كبير شكل صراع في القمة لكن ألا هيبقى فيه تقالبات كتير الموضوع مش هيكون ثابت على هذا الوضع لأنه بيرامز قادي وحسن من وضعه بشكل أو بآخر عنده أدوات كتير جدا وعنده إدارة فنية دلوقتي بدأت ترفع من نسق الفريق مرة تانية فيوتشر مش فريق سهل فريق خطير جدا بياخد الثقة وهو الأهلي بالمناسبة الفريقين اللي لم يسقط في فخ الهزيمة خالص فريقين بس اللي ما أقعوش في فخ الهزيمة لا فريق خطير وعلي مهر كمان زكي جدا أنا بعرف تعامل ولنا مثال في مباراة واحد واحد لما كان مطرود منه وعمر كمال عبد الواحد وقدر أن هو يتعادل مع نادي الأهلي ويجمد المباراة ويخلي نادي الأهلي عنده حيرة وقلة حيلة على أرض الملعب فالفكرة أنه عندك مدير فني زكي بمشروع طويل المدى مع استقرار مع لعيبة حلوة بيقدر يطلع أفضل ملديهم لا فيوتشر خطير جدا فيه دعم كبير لفيوتشر أنه يبقى بالشكل القوة ده ومدي حالة في الدور صحيح الزمالك طبعا الزمالك قادر على أنه يعود سواء استمر جوزفالدو فريرا أو ما استمرش جوزفالدو فريرا هو فيه استقرار على أنه يستمر فيه تصرحات إنه هو مش هيني إنه هو مستمر إنه هو مستمر عشان يبقى واقعيين يعني لكن وده كويس بالميازم لأنه يلازم بكستقرار حقا نتائج كويس حتى لو في الآخر في بعض التراجع شوية لكنه هو أثبت نجاح معادينا الفريق كدير ما بيغيرش مدرب لمجرد أنه خسر مباراتين 3 أو تعادل في مباراتين 3 الزمالك من بداية الموسم بالمناسبة هو فقط نقاط من البداية بس إحنا محسناش بيه لأنه كان بيفقد ويرجع مرة تانية الأهلي بس هو إحسنها بيه لأنه فقط 3-5 مرة بتعادلات شوية بس هو مخسرش بس فقط بتعادلات كتير فالناس قالت إي ده وإيه اللي بيحصل بس الأهلي مش زي الزمالك في كتير من المبارات أنه الزمالك ساعات بيلعب أو أحيان كتير بيلعب بس ما بيكسبش يعني بيقدي بشكل كويس بس ما بيعرفش الأهلي في بعض الأحيان بيلعب بس مش بالشكل اللي يشفع عليه أنه يفوز بمبارات أو حتى يفوز بنقطة التعادل للناس بإزعلانة أنه تعادل كمان يعني المبارات المصر بالأمس كان المصر ممكن يغطف في 3 نكات بشكل عام لا الدورة هيبقى فيه تقلبات كتيرة جدا وهيبقى فيه منافسة كبيرة جدا وحلوة المنافسة من بدري ما فيش حد راكب كده جدوا للدورة بيقول أفكراً وسريعاً جداً الأهلي في كأس العالم الأندية إحنا انترسى إيه الحالاً أنه هو مش هيكون مع الوداد المغربي أوكلاند هيفتتح هو المونديال وبعد كده هيواجه لو فاز الفريق فيما بين ريال مادريد الإسباني أو فيلمانجو البرازيلي بطل دورة أبطال أوروبا هيلحق طيب يجهز حاجة الافتتحية يلحق آه يلحق عنده أدوات بس يقدر أنه يهيئ نفسه صح معتكش أنه يتأجل له مباريات لكن عنده أدوات من العبين مع جهاز فني أتمنى أنه يستقر على التوليف الأنسب ويذاكر الفرق اللي جاية تحديداً من فريق أوكلاند سيدي النيوزيلاندي بطل أوكيانوسيا مهم جداً أنه يفوز بمباري قوله عشان يخش في الأجواء علشان يبقى شكله حلوة حتى لو موصلش منافسة على النهائي يبقى موجود فيما بين تلكربة يعني مراتب متقدمة على الأقل أكيد بازنا يمثل مصر في الأول في الآخر زي النهاردة منتخبنا الكرة اليد زي النادي الأهلي بالنسبة ده أكيد على أي حال نحن كمان بنتمنى طبعاً التوفيق النادي الأهلي فيه كسر من الأندية وكمان بنتمنى التوفيق إن شاء الله المنتخب مصر النهاردة كمان هيلاعب كروات وانتخب مصر لكرة اليد إن شاء الله يعني هنفرح النهاردة إنه ده أصعب ماتش لو عدناه يا رب ربس يكون موشي حلوة عليهم أنا هعلق المباراة راديو في راديو هنسمعك إن شاء الله ونحتفل كلنا مع بعض ودائماً نضيف عزيز علينا يا محمد عفيفي طبعاً نقد الرياضي نورنا دائماً صباح الخير يا مصر شكراً لك شكراً يا محمد نورتنا وأسعدتنا ويعني أفدتنا بتحليلك لهذه المباراة التحديد شكراً يا محمد